نحن الآن في المركز الوطني لعلاج الأورام هنا في مدينة سيئون وسط مستشفى سيئون العام هذا المركز يقدم خدمات مجانية لكافة مرضى الأورام السرطانية هنا في هذا المركز وكذلك يتردد فيه كثير من المرضى ليس من فقط من محافظة حضرموت وإن من أغلب المحافظات الأخرى والمحافظات المجاورة للحديث أكثر حول هذا المركز معنا هنا الدكتور هشام بن صميت مدير المركز الوطني لعلاج الأورام ماذا يعني توقف الميزانية التشغيلية ونقص الدعم لهذا المركز بسم الله نشكر قناة بلقيس على إتاحة الفرصة هو طرق الهم لنعني في المركز الوطني لعلاج الأورام بوالي حضرموت توقف الميزانية التشغيلية أو عدم توفرها بالأصح أنها غير موجود في من الأساس يعني توقف خدمات المركز لحوالي 1900 مترجد شهريا على المكان يعني توقف 220 جرعة شهريا تنفذ مجانا للناس يعني توقف الخدمات التي قدمها المركز مجانا 100% للناس شكرا لك الدكتور هشام بن صميت مدير المركز الوطني لعلاج الأورام كما قال الدكتور توقف الميزانية التشغيلية سيؤثر سلبا على كثير من المرضى الذين يتلقون العلاج مجانا من مختلف محافظات الجمهورية ويضطرهم إلى الذهاب إلى الخارج بتكاليف باهضة ومرتفعة حدد مساعد قناة بلغيس سيؤون حضر موت اشتركوا في القناة